نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم و هو بيقول و رأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر فاستنقضه من ذلك الله أكبر خد بالك إحنا أمة صارت خير أمة أخرجت للناس بالأمر بالمعروف و نهي عن المنكر اسمع كده ربنا بيقول إيه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله عارفين إحنا رحنا في دهية من إمتى لما بقى أنا مالي و أنا مالي هي دي اللي ضمرت الدنيا خليني في حالي يا عم أنا بامشي جنب الحيط يا عم ما تودناش في دهية يا عم أمسك عليك نفسك والله يا سادة عشان كده كل المجتمع ضاع و مهما نعمل عامل أخلاق و عامل قيم و عم مش عارف إيه والله ما فيه أمل أنا بقولك ما فيش أمل خالص أمل في حاجة واحدة بس نرجع تاني الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بالمفهوم الصحيح كلهم في حدوده و كلهم فيه تخصصه و كلهم فيه ما يتكنه لكن هنصرف إعلانات هنعمل لا للتحرش لا للمعاكسات لا لن كل ده كلام فاضي خدوا بالكم لأن المصيبة لما بتيجي بتيجي على السكتين قبل اللي فاعلين أقولكو على حاجة كلكو حافظين صورة كلكو حافظين قصة سيدنا لوت عليه السلام مش كده ولا يه صح؟ هي امرأة لوت كانت بتشارككم الفحيشة أبدا خالص إنما كانت ب لغة العصر كده استنوا مما سيد أحمد يترجم لي اسمها لا مش مع ايداوم اسمها بوفري اسمها ايه يا سيد أحمد يعني لا أبوفري اسبور عادي حرين حرية شخصية هم حرين يعمل لهم مع ايزهم حتى ما كانتش مأيداهم خالص هي بس شايفة إن ده حرية شخصية كل واحد جسمه وحر فيه فعلشان كده ايه؟ خلي بالك الأمرأة وكانت من الغابرين طب روح لقصة سيدنا صالح مش كلهم اللي قتلوا الناقة ده كانوا تسعة بس إما ليه اللي حصل التسعة قالوا ولتبوا أعلنوا البقى اللي احنا ماننا بقى هنوجه على دماغنا ليه؟ ايه النقة دي مش بتاعة ربنا ربنا نحميها بقى تروشناش هنروح نعاند في فلان ونهد في فلان محدش عادلية طاقة اه يا أخويا خلص ترك ادامنا امن وقويس وكان في المدينة تسعة طراط يفسدون في الأرض ولا يصلحون تسعة بس طيب لما جيه العذاب فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين خل السكات ينفعل ربنا لعن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون كانوا لا يتناهون عن مكر فعلوا أصبح عندنا كلمة عيب وما فيش كلمة حرام أصبح عندنا كلمة الحيطة لعودان مش الملايكة تكتب كل شيء وربك سميع بصير تكتب كل شيء شكرا للمشاهدة